صباح النور من جديد مشاهدين على الرغم من أن أدوات تصفية البيانات والإبلاغ الحديثة يمكن أن تكون مفيدة ومطمئنة للوالدين إلا أنها لا تحل جميع المشاكل عبر الإنترنت فما هي المخاطر التي يتعرض لها الأولاد عند دخولهم العالم الرقمي وكيف نحمي ويمكننا حمايتهم يجيبنا من الدوحة أيمن قدورة المهندس والخبير في تكنولوجيا المعلومات لنقول له بداية صباح النور صباح النور أيمن بداية ما هي المخاطر التي يتعرض لها الأولاد عند دخولهم العالم الرقمي صباح النور يفعل صباح القاني أول شيء شكراً كثيراً على الموضوع الجميل قبل ما نحكي عن المخاطر حابب أنوه لإحصائيات الأخيرة التي تحكي أن ثلث مستخدمين الإنترنت حول العالم هم من المراهقين والأطفال تحت عمر 18 سنة ومن هون بتيجي أهمية الموضوع اللي بنحكي عنه اليوم أنه إحنا بنحكي مع شريحة واسعة جداً محساسة جداً فعودة لسؤالك بالنسبة للنخاطر ممكن علاقصها ببعض النقاط اللي هي أول شيء تبدأ بموضوع اختراق الخصوصية وسوء الاستخدام مما يؤدي إلى استغلال بينات الشخصية بشكل سيء ثانياً هو الإدمان على الألعاب الإلكترونية والإنترنت بشكل عام والتي له أثار سيئة جداً على نفسية الطفل وممكن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق عند الأطفال ممكن كمان المخاطر تكون بتحريض على العنف وبسبب انتشار المحتوى من هذا النوع بشكل كتير كبير بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني اللي منتشر بشكل كتير كبير وممكن يؤثر على نفسية الأطفال نعم يعني تجاه هذه المخاطر أيمن كيف على الأهل أن يتحركوا البعض مع التجسس تجسس الأهل على مواقع أطفالهم والبعض ضد التجسس لبل يعني ينصحون بتلقين الأطفال أداب الوصول أو التعامل مع الإنترنت ما رأيك؟ طبعاً الحلول أو تجنب المخاطر في عدة محاور منها اجتماعية ومنها دقانية بما أننا نحكي عن المراقبة فهو جزء من حلول الاجتماعية اللي هو شيء لازم الأباء أو الأهل يكون مسؤولين عنه بشكل أساسي فممكن أقسمه لعدة أقسام ممكن نبدأ بموضوع التوعية عند الأطفال فلازم الطفل يكون فاهم وواعي أشياء المخاطر على الإنترنت يعرف يميز بين المحتوى السيء والمحتوى الجيد يعرف يميز بين الأشخاص المزيعين والحقيقيين هذا كله يبدأ قبل ما مبلش من مرحلة المراقب هو توعية الطفل نفسه المرحلة الثانية هي توعية الأباء والأهل نفسهم فالأباء لازم يكونوا مواكبين للتكنولوجيا والتطور والحياة الرقمية اللي احنا عايشين فيها هلا فلازم يكونوا عارفين أنه مثلا ما بيصير مشاركة الأطفال بكلمات السر الخاصة فيهم أو الأجهزة الخاصة فيهم ولازم يكونوا عارفين كل الأشياء اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي عشان هو يقدر يوصل معلومة للطفل لازم يكون فاهمها وعارفها بالإضافة إلى دور المجتمع فدور المجتمع كثير كبير فالمدارس ممكن لها أثر في أنه تكون تنشر توعية عند الأطفال فبالنسبة للمراقبة فأنا بتخيل هو شيء جيد وشيء كويس فلازم يكون في مراقبة وشيء أساسي في استخدام الإنترنت عند الأطفال نعم طيب هل هناك عمر معين تنصحون به الأهل بأن يوجهوا أطفالهم فيه نحو الإنترنت يعني بأي عمر يفترض على الأطفال أن يبدأوا أو يمكن لهم أن يبدأوا في الدخول إلى العالم الرقمي العالم الرقمي هو سلاح ذو حدين ما بنقدر نحكي أنه إحنا بدنا نمنع الأطفال أو نمنع المراهقين من استخدام الإنترنت بشكل كامل بالعكس لأنه إحنا بهيك إحنا نكون من نعمل شيء سلبي وهو أنه أنه أنت بتمنع الطفل يكون مواكب للتكنولوجيا والعصر والأشياء الموجودة في حوله ويكون ممكن أن يتأخر عن باقي أقرانه وبالتالي الحل بيكمن بأنه أول شيء تقنين استخدام الإنترنت عند الأطفال الأطفال صارت من بداية من أول سنين عمرها بتقدر تستخدم التكنولوجيا بتفتح التليفونات وتدخل على البرامج فهون لا يعني لازم أول شيء يكون الطفل واعي عشان زي ما حكينا قبل شوي في مرحلة كتير مهمة هي لازم الأهل يعملوا على توعية الأطفال فلازم الطفل يكون واعي وفهم هو شو بيعمل عشان نقدر نحكي أنه منقدر نعطي التكنولوجيا أو الإنترنت عشان نستخدمها طيب هذه الخصوصية أيمن كيف يمكن أن نتحكم بها وبالتالي نتحكم بكل ما يمكن الوصول إليه من خلال أجهزة أطفالنا الذكية منعرف كل أطفالنا صار عندهم أجهزة ذكية كما لمماشات الواقع كما ذكرت كيف يمكن أن نتحكم بالخصوصية الخصوصية هي شي عائد على المستخدم بشكل شخصي فكل مواقع التواصل الاجتماعي فيه سياسة خصوصية وفيه إجراءات معينة وتعليمات معينة كيف تحمي خصوصيتك مين عنده إمكانية أنه يطلع على المنشورات التي أنت بتحطها مين ممكن يطلع على معلومات الشخصية التي أنا بحطها مثل موضوع تاريخ الميلاد رقم الهاتف وغيرها فهاي بإيد المستخدم نفسه فلازم التوعية تكون بداية بأنه كل واحد عنده حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يكون عارف كيف يحمي خصوصيته كيف يحكي لأبنائه عن موضوع الخصوصية هلأ في حلول تقنية ممكن أنا أشير إلها هلأ أنه في أجهزة توضع في البيت وتتصل بالشبكة المنزلية بحيث أنه أنت تقدر تحصر جماعة الأجهزة المتصلة بالشبكة وتحدد كل جهاز شو عمره المستخدم وشو المحتوى اللي يطلع له وإيش الأوقات اللي يستخدم فيها الإنترنت مثلا الجهاز أو التقنية اللي بحكي عنها شي اسمه سيركل فتقنية خير جميلة وكثير مفيدة فممكن الأهل يستخدمونها بشكل كتير كبير بالإضافة إلى وجود تطبيقات عديدة حالياً على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية مثل تطبيقات أنا بحب أذكر اتنين منها اللي هو نت مامي نت ناني سعري وأوبن دي ناس فهذه التطبيقات تقدر أنت أو الأهل بقدروا من خلالها يتحكموا بالمحتوى وطريقة عرض المحتوى للأطفال والأوقات الاستخدام الإنترنت لدى الأطفال ويعني عندما تقول محتوى تعني تحديد التطبيقات هل من السهل على الأهل أن يحددوا التطبيقات التي يفترض على الأولاد أن يحملوها أو يستخدموها؟ طبعاً هل لا تحديد التطبيقات مثل ما حكيت التقنيات الحكيت عنها قبل شوي بتقدر من خلالها أن تتحدد التطبيقات اللي يستخدمها الطفل وفيه أجهزة لوحية خاصة للأطفال ممكن هو ما بقدر يعمل تنزيل لتطبيقات على هاي الأجهزة غير الأشياء معينة خاصة فيه بس بالرغم من هذا كله موضوع التحكم التقني يعني إلا ما يكون فيه استثناءات يعني لأنه الموضوع الوصول إلى الإنترنت كتير سهل صار مؤخراً وموجود بكل مكان يعني أنت ما بتقدر تحكي أنه أنا بقدر أحمي طفلي مية بالمية من الإنترنت إذا أنا بستخدم التقنيات نعم فهون نرجع لدور التوعية والنصح للأطفال بالنسبة لتحديد المحتوى وتحديد التطبيقات اللي يستخدمها الأطفال في دول مثل السويد مثلاً بتحكي يعني هو فيه ثقافة مجتمعية صارت المدارس بتمنع الأطفال من أنه يستخدموا تطبيقات معينة أو بتسمح لهم يستخدموا تطبيقات معينة فقط لا غير وبتم محاسبة بناءً عليه وبتم طبعاً التعامل مع الأهالي أو التوصيل المعلومات للأهالي عشان يتسم مراقبة الأطفال أنه ما يستخدموا تطبيقات معينة نعم ومسمح لهم يستخدموا تطبيقات تانية وهي يعني شي مش دائماً أنا بقدر أتحكم فيه تقنياً بس ممكن انتشار التوعية بين الأهل والمجتمع والطفل ممكن تؤدي إلى تعاون كامل يعني ونقدر نوصل للهدف يعني هي كما أشرت خطة تربوية شاملة وطنية عائلية أي من قد دورة الخبير في تكنولوجيا المعاملات أو المعلومات كنت معنا مباشرة من الدوحة شكراً لك شكراً جزيلاً لنا فكما العافية فاصل مشاهدين نتابع بعده مع الرياضة وروان يليها فقرات مع الذات ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر